خلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية 37 مجزرة راحة ضحيتها أكثر من 352 شهيد و 669 جريح ولا زالت هذه المجازر تتوالى حيث أن الاحتلال الإسرائيلي لا زالت شهيته مفتوحة لاستهداف كل شيء في قطاع غزة شهية الدموية والتطهير العرقي لما هو غير يهودي لا زالت مفتوحة حيث أقدم الاحتلال الإسرائيلي وفي جريمة جديدة على استهداف مباشر طال الكنيسة الروم الأرثدوكس وسط مدينة غزة راحة ضحيتها حتى اللحظة وما وصل إلى مجمع الشفاء الطبي ستة عشر شهيداً من الإخوة المسيحيين الذين التجأوا إلى هذه الكنيسة طلباً للحماية كما تعود وتعود العالم على أن الأماكن المقدسة تشك الحماية للملتجئين إليها ولكن الاحتلال الإسرائيلي أراد بفعلته الشنعاء ومجزرته التصفوية أن يغير هذه القاعدة فقام باستهداف الكنيسة الأقدم والتي عمرها ألف سبعمائة عام في قطاع غزة وحول هذه الكنيسة إلى مقبرة ضمت ستة عشر شهيداً ولا زال عدد آخر تحت الأنقاض إضافة إلى عشرات الضحايا من الإصابات الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بجراح مختلفة عشرات العائلة التي التجأت إلى هذه الكنيسة ولكنهم وقعوا فريسة للعنصرية الإسرائيلية والتطهير العرقي الذي يقوم به المحتل الإسرائيلي وقادة المحتل الإسرائيلي نحن نتحدث في هذه المجزرة كغيرها من المجازر التي ارتكبت في قطاع غزة أخرجت عوائل بكاملها نحن نتحدث عن عائلة الصور التي خرجت بكاملها من السجل المدني الفلسطيني وهي عائلة مسيحية إضافة إلى عائلة الترزي أيضاً وهناك لا زالت عائلة من العوائل التي لجأت وهي من العوائل المسلمة ولا زالت تحت الأنقاض إن مجزرة كنيسة الروم الأرثودوكس في قطاع غزة تدلل على أن الاحتلال الإسرائيلي ماضي في استهداف كل الأماكن المقدسة سواء مساجد أو كنائس وهذه المجزرة تأتي بعد ساعات فقط بعد يومين من استهداف مستشفى الأهل العربي وهو المستشفى المعمداني والذي يتبع أيضاً لكنيسة وعلى مقربة من كنيسة الروم الأرثودوكس والذي راح ضحيتها هذه المجزرة التي لا توصف ولا يمكن أن تخطر ببال أحد حتى في الأفلام الخاصة بالهليود أن هذه المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بكل وحشية راح ضحيتها 471 شهيداً ولا زال 28 إصابة حرجة في العنايات المكثفة ولا زال هناك 314 إصابة ما بين متوسطة وخطيرة في مجمع الشفاء الطبي أيضاً من هذه المجزرة إن الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الذي استمر 14 يوماً وحتى اللحظة فإن إجمال شهداء هذا العدوان بلغ 4137 شهيداً منهم منهم إلى أن الإصابات بلغت 13162 جريحاً منهم ما يزيد عن ألف وثلاثة من النساء إضافة إلى عدد كبير من الإصابات بين المواطنين العزل كما أن المجازر التي ارتكبت ضد العائلات الفلسطينية بما فيها العائلات المسيحية خلال مجزرة كنيسة الروم الأرثوديكس في قطاع غزة بلغت هذه المجازر بحق العائلات التي امتزج فيها الدم الفلسطيني سواء مسيحي أو مسلم بلغت حتى اللحظة 521 شهيدة مجزرة راحة ضحيتها 3109 شهيد كما أن عدد البلغات التي لا زالت وزارة الصحة والجهات المختصة تتلقاها للإبلاغ عن مفقودين وصلت 1400 بلاغ منهم 720 طفلاً حتى هذه اللحظة إن الاحتلال الإسرائيلي وهو يرتكب المجزرة تلو الأخرى وبأشكال مختلفة وبأساليب مختلفة ويتجرأ على الكنائس والمساجد والمستشفيات لم يفرق بين المستشفى الأهل المعمداني ولا المستشفيات الحكومية ولا المستشفيات الأهلية وكذلك لم يفرق بين كنيسة الروم الأرثوديكس وبين المساجد الذي قصفت في قطاع غزة إنما هذا يدلل على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أحد لا يريد أحد من مسلم ومن مسيحي في قطاع غزة وهذا يمثل تطهيراً عرقياً عنصرياً وفاشياً يتمثل في القيادة الإسرائيلية وكذلك أيضاً في العقلية الإسرائيلية بشكل عام إن الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذا العدوان المستمر على قطاع غزة ومن خلال قطع المياه وقطع الكهرباء وعدم إدخال الوقود إلى مستشفيات قطاع غزة والاستهداف المركز على المراكز الصحية والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية فإن هذه الانتهاكات أدت حتى اللحظة إلى خروج سبعة مستشفيات من مستشفيات قطاع غزة الرئيسية والأساسية عن الخدمة إضافة إلى خروج 21 مركز للرعاية الأولية أيضاً عن الخدمة كذلك استشهاد 46 من الطواقم الصحية وتدمير 23 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة بشكل كامل إنما يحدث في قطاع غزة من مجازر ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني المسلم والمسيحي لا يؤكد بما لا يشك فيه بأن الاحتلال الإسرائيلي ماضي في حرب الإبادة المعلنة أمام سمع ونظر العالم ولذلك نحن نطالب المجتمع الدولي بالحماية الفورية للمواطنين المسلمين والمسيحيين في قطاع غزة وكذلك الحماية للطواقم الطبية والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمؤسسات الأهلية كذلك وكذلك المؤسسات الصحية المسيحية كما نطالب بحماية حركة سيرات الإسعاف وتحييدها عن الاستهداف إضافة إلى أننا نطالب بالإسراع في إدخال الإمدادات الطبية إلى مستشفيات قطاع غزة والتي بلغت حد والتي بلغ فيها الانهيار الكامل إلى حد الجفاف فيما يتعلق بالأدوية والمستلكات الطبية والوقود وإنه لا وقت لا وقت ما بقي أمام الطواقم الطبية لتقول بشكل واحد بأن العديد من خدماتها داخل المستشفيات خرجت عن الخدمة ولن تستطيع القيام بواجبها في علاج جرح العدوان الإسرائيلي وكذلك علاج المرضى في قطاع غزة حيث أن وزارة الصحة وبعد إنشغال بلغ أكثر من 150% من أسرتها والجرح والمرضى يفترشون الأرض وتجرى العمليات الجراحية على الأرض في أقسام الطوارئ وغرف العمليات والممرات بين الأقسام فإنها وصلت الآن إلى أنها تقوم بإنشاء خيام خارج أقسام الطوارئ وخارج المستشفيات حتى تستقبل العدد الذي تستطيعه من جرحى العدوان الإسرائيلي وبهذا نطالب بسرعة التدخل لإنقاذ الوضع الصحي المأزوم في قطاع غزة والذي بلغ حد الإنهيار وأن الساعات القادمة حرج للغاية أمام الطواقم الطبية التي تحبس أنفاسها وهي تقوم بإجراء التدخلات الجراحية وعينها على الكمية المتبقية لديها من الأدوية والمستلكات الطبية والوقود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة